لو السادة سمح بتقول هي بتيجي برضو تفطر عند سماعها قول الله أكبر في الأدان لكن الزوج بيقول لا انتظري التشاهد في الأدان اللي هو الشهادة يعني يعني هو لا يشترط للإفطار سماع التشاهد عند الأدان الإفطار بيكون بدخول وقت المغرب وبمجرد قول المؤذن الله أكبر انت حابة بقى يمكن زوجك بيقول لي كده عايز يعني يتمكن من الوقت شوية مفيش مشكلة انك من باب التمكين من الوقت حتى ما يسمع التشاهد في الأدان لكن الأصل انه انا ده لا يشترط ان انا انتظر لسماع التشاهد في الأدان بمجرد قول المؤذن الله أكبر وخلاص دخول الوقت بالضبط اللي هو المغرب ورفع الأدان مع الله أكبر يمكنني الإفطار صاحبة السؤال وما نعملهاش برضو ايه مشكلة بدنا تناقش الزوجة مع الزوج برضو اللي بتصلي واللي بتفتر يبقى فيه نوع من المذاكرة العلمية اللي احنا ايه وقل ربي ايه زدني علمة